لو انت محتاج تعمل اول فيديو ليك فانت محتاج تزبط السيكونس السيكونس مهمة اوي هتتزبط منها كل حاجة عشان تبدأ تحط اول فيديو ليك انا اسلام مندو والنهاردة الحلقة التانية من كورس ادوبي بريمير اول حاجة عشان نروح للسيكونس هنتك على الورقة ديت ومنها هنتك على السيكونس السيكونس ديت هتقدر نختار منها الستاندر بتاعنا اللي هنشتغل عليه انت هتروح على ديجتال اس ايل ار ولو هي مش تظهر معاك بالشكل ده فهي خامس واحدة ومن ديجتال اس ايل ار هنختار الالف تمانين من الالف تمانين هنختار الف تمانين همسة عشر تمام اه ولو انت عايز مسلا تصور بالطول او بالعرض هي بتبقى ديفولت بالعرض تمام لكن انت لو عايز تزبطها بالطول عشان مسلا لو انت هستعمل حاجة لريلز لحاجة للتيك توك اللي حاجات دي هنعرف نزبطها منين بعد كده الاول بس نرجع للسيكونس بتاعتنا وهنكتب اسم السيكونس مسلا الاعلان الاول مسلا ونتاك على اوكي هتلاقي السيكونس دافت هنا في البروشيط وبمجرد ما تضيف السيكونس هتلاقي طبعا تايم لاين تغير والشكل تغير لو انا عايز اضيف سيكونس تاني فممكن اتاك سيكونس اختار برضو واكتب مسلا الاعلان التاني وان الاعلان التاني لو انا مسلا عايز احذف اي حاجة منهم فممكن اتاك عليها او اتاكي دليت في الكيبورد او اتاكي كليك يمين مسلا وان اتاكي على مسلا كلير او مثلا اتاكي عليه اتاكي على السلة دي لو انا عايز اعدل على الاسم ده ممكن ضغطين كده واعدل مسلا عليه اسلام مسلا ممدو لو عايز تغير شكل السيكونس هنا في البروشيكت ممكن تخليه بالطول هنا او بالمربع ده ممكن نعمل نيو فولدر ونحط مسلا جواه السيكونس بتاعنا نعمل لها مسلا رينين مسلا السيكونس ونشد مسلا اسلام ممدو ديت جواه او هتلاقيه جوا بقى ايه الفولدر اوه ده ده النيو فولدر بتاعنا لو اتاكينا هنا لقيه نيو فولدر ممكن اتاكي هنا تيزهر لك السيكونس اللي جواه النيو فولدر ده وممكن برا اخرجه من السيكونس اعمل له مسلا قط او كنترول اكس قلينا في قط ومن قط مسلا اروح برا انا برا هنا اروح على اللوبست اروح مسلا مسلا نيو فولدر ده او بقى السيكونس بتاعنا برا ومسلا نيو فولدر دي بالنسبة لاختيارات السيكونس يا رب تكون استفدت منها انا مش بحب اطول الحلقة عشان ما تمليش وتزهقش مني ويالله بيناه على الحلقة اللي بعدها بس اعمل اشتركوا في القناة